الطلبة اليوم الثلاثاء خمسة خمسة لعام 2020 درسنا اليوم عن فصول الأربعة كتاب الطالب الصفحة الثانية والثلاثون المصطلحات الرئيسية المطلوبة بالدرس الفصول الأربعة فصل الشتاء فصل الربيع فصل الصيف فصل الخريف الأرض ودرجة الحرارة كما ذكرنا أن درسنا اليوم هو درس الفصول الأربعة وهي أربعة فصول تتكون منها السنة فصل الصيف فصل الخريف فصل الشتاء وثم فصل الربيع في الصورة ألف في كتاب الطالب الصفحة الثانية والثلاثون يوجد لدينا فصل الصيف إذا نظرنا يا أول للصورة نلاحظ أنه في فصل الصيف درجة الحرارة مرتفعة جدا وتتفتح في هذا الفصل الثمار أما في الصورة بفصل الخريف تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا وتشتب حركة الرياح وتتساقط أوراق الأشجار مهيئة لقدوم فصل الشتاء السورة جيم فصل الشتاء إذا نظرنا في فصل الشتاء تبدأ الأمطار بالهطور تبدأ الغيوم أيضا بالظهور وتتساقط كما ذكرنا الأمطار وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض أما في الصورة دال فصل الربيع تبدأ درجات الحرارة بالاعتدال وتصبح أكثر دفعا وتتفتح الأشجار هيا يا أول نجيب عن الأسئلة الموجودة في كتاب الطالب في أي فصل ترتفع درجة الحرارة كثيرا كما ذكرنا سابقا في فصل الصيف ترتفع درجة الحرارة في أي فصل تنخفض درجة الحرارة كثيرا تنخفض درجة الحرارة في فصل الشتاء في أي فصول السنة تتساقط أوراق بعض الأشجار، تتساقط الأشجار في فصل الخريف مهيئة لقدوم فصل الشتاء في أي فصول السنة تتفتح الأزهار، تتفتح فصول السنة في فصل الربيع كما هو موجود في الصورة دال كما قلنا سابقاً تتغير درجات الحرارة من فصل إلى آخر ففي فصل الشتاء تنخف الدرجات الحرارة تظهر الغيوم، تتساقط الأمطار والثلوج في المناطق المرتفعة وفي فصل الربيع تكون درجة الحرارة معتدلة وتتفتح الأزهار أما في فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة كثيراً في بلادنا مقارنة بدرجات الحرارة في الفصول الأخرى وتنضج معظم الثمار إذا لاحظنا ترتفع درجات الحرارة كثيراً في بلادنا مقارنة بدرجات الحرارة في الفصول الأخرى لماذا؟ لأن فصل الصيف تكون في الحرارة مرتفعة جداً عن باقي فصول السنة في فصل الخريف تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وتنشط حركة الرياح إذاناً بقرب حلول فصل الشتاء إذن يهيئ لنا فصل الخريف بقدوم فصل الشتاء وتتساقط أوراق بعض الأشجار وأيضاً كما ذكرنا سابقاً فإنه تنخفت درجات الحرارة تدريجياً إذن ماذا تعلمنا يا أول؟ تعلمنا يا أول أنه تتكون السنة من أربعة فصول متعاقبة هي فصل الشتاء، فصل الربيع، وفصل الصيف، وفصل الخريف تتغير درجات الحرارة من فصل إلى آخر حيث أن درجات الحرارة متغيرة كل فصل له درجة حرارة مختلفة عن الفصل الآخر إذا نظرنا هنا ذكرنا كلمة متعاقبة في أول الكتاب في أول الصفحة إذا نظرنا إلى هذه الكلمة إذن متعاقبة لنستذكر ما تعلمنا أنه يوجد هناك أربعة فصول سوف نأخذ كلمة متعاقبة المعنى لها معنى كلمة متعاقبة معنى كلمة متعاقبة يعني يا أول متتالية حيث هل يستطيع أن يأتي فصل الصيف أولاً ثم يليه فصل الشتاء؟ لا يجب أن يكون أن تكون متعاقبة أن تكون متتالية كل فصل موضح يعني بيجي فصل الصيف من ثم يليه فصل الخريف ثم فصل الشتاء ثم فصل الربيع لا يمكن أن يأتي أولاً فصل الصيف ثم فصل الربيع تكون الفصول متتالية فلنفتح يا أعزائي على كتاب التمرين الصفحة الثالثة والثلاثين السؤال الأول أصل كل من الأشكال في العامود الأول بما يناسبها في العامود الثاني فيما يأتي العامود الأول يظهر لي أربعة سور أما في العامود الثاني لدي كلمة الصيف الخريف الشتاء الربيع إذا نظرت إلى العامود الأول أرى غيوم وأمطار يجب أن أصلها بالعامود الثاني بالكلمة التي تناسبها وأيضاً يجب أن أنظر إلى السور الأخرى وأصلها بالكلمة المناسبة بالعامود الثاني السؤال الثاني أصف الفصل الذي أفضله أكثر من غيره من فصول السنة مبيناً أسباب ذلك إذن يا أول ماذا يجب أن أفعل؟ يجب أن أصف الفصل الذي أفضله أكثر من غيره من فصول السنة أريد كتابة الفصل الذي يفضله كل طالب مع تبيين سبب تفضيله لهذا الفصل تحديداً واللي حاب برده ويرسم لي مثلاً رسومات ما في أي مشكلة يعطيكم ألف عافية